مشاهدي الكرام أهلاً وسهلاً بكم في عدد جديد من حصة طب الأعشاب اليوم رح نتكلمه على السانوج ونوضحه أنه السانوج للمشاهدي الكرام أنه السانوج وحده وحبة البركة وحدها لازم الفرق بينهم كما تشوفوا لهنا راه السانوج معروف نحطه في الخبز ديانا نحطه في بزاف كين أطباق ديانا يعني نستعمله نستعمله في بعض الحلويات كذلك نستعمله كزيوت كذلك كغاسول يعني للشامبوة الصابون كذلك ونستعمله كذلك يعني خارجياً وداخلياً السانوج نقدر نستعمله في العسل نقدر نستعمله كذلك في الحليب نقدر نستعمله يعني في أغلب الخلطات السانوج معروف خاصة يعني بعض الأمراض هو طارد كذلك للرياح نستعمله كذلك في بعض المأكولات يا كثيرة ديانا السانوج هو يعني من المواد لأنه عندما نشرب الزيت على السانوج ولا نقدر نكله حبات يعني نحس بالحريق في الحلقة دينا لأنه فيه مادة لايبة يعني نقدر لك أن نستعمله دائما تقدر لسطومة دينا تنجرح قلنا نستعمله بزاف يعني نقدر نستعمله في عدة أغلب الخلطات يعني لما للأمراض نستعمله فيها السانوج كذلك خاصة قلنا أنه خاصة في أيام هذا ما رائحنا في أيام البرد والشتاء السانوج كذلك نستعمله زيت دياره لما نشوف وينف نهى ممسدود أو ما نغسره ليح يعني ما نغسره مليح نقدر فى ليل نستعمله advantage ونهي له فى زيت السانوج ونقدر نكفي بداخله نضيف لوينف مثلنا كذه فى ليل لما نغضي أبدا يبقى يعني نبقى مسرحًا ونتنفسه مليح كذلك نقدر استعمال به بزاف في حاجات التجميل كذلك لما نقدر استعماله في خلطات خاصة أمراض تقدر يكون أمراض السلاطان هذه كامل فيها فوائد كبيرة بالبزاف كذلك هو مساهل للهضم يعاون لإستعمال تعنام للهضم لكن يكون باستعمال عقلاني دائما قلنا خاصة ما رأنا في الوضع هذا يعني الكورونا كوفيد 19 وزادنا نشوفه في فيروس جا جديد يعني في أي بيت نقدره يعني منها رأنا ندعو على البرد وعلى الفيروس يعني قلنا كورونا نقدر نستعمل ندعو مقلة تسخن مليح ونحطها فيها كمية السنوج ونخلوها تتبخر في الدار كذلك اللي كون يشتكي كذلك ما عنده صداع يقدر يحطه في المقلة هو راه يسخن ويخرج هذا كيشوف هذا الدخان بداي يعني يطلع يقدر يغطي راسه ويغمه ويبدأ يستنشق هذه الرائحة اللي راهي تخرج كذلك يقدر يتنفس به يقدر يسترح له نيف ويبدأ يعني بزاف اللي يقدره 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 فيهم مفتوح ونيفهم مبوشي هذا بزاف رايح يعاونه لما يعني يستنشق لاخر دياله كذلك لما شوفوا لكان يعني كما قلنا هاليا متاذه اللي قادر تقدر يوميا يقدر يكونوا جاءوا ناس ولا دخلوا ناس جدد يعني باشنبعدوا المشاكل يعني من الخطار نقدروا نديروا كمية تاع السنوج ونغموا يعني نغلقوا التواقي نغلقوا البيبر ونخلوا الدار تعنا يعني تتبخر بهذا السنوج راهي تقتل كامل الفيروسات كذلك يقدر حتى الانسان يقدر يرحي شوية السنوج ويحطوا يقدر يديروا في حاجة بوطة صغيرة راه يقدر حتى يمشي يعني فيه يجيبه لما يشوفوا الحصابة ما يقدر الشغي يسبيغي ولا نيف وراه مغلوق ولا كش ما شك يعني يكون معا صحاب ولا يقدر يحط شوية في كوم خاس كموسة صغيرة ويديرها في نيف ويبدأ يستنشق بها يستجق ويقدر يدير شوية في فمو هذا باش يبعد المشاكل ولا اي شكل يعني نعرفوا ان لما رأنا في الوضع هذا الكوفيد يعني بزاف يعني يقدر يكون صاحبه بلا قريب ولا وهذو كل حواج كما نشوفوا رهام يتطوروا احنا نقولوا لا قريب بصحي يعني المربي واشكاين يعني رايح يحمي روحه اي هذه حاجة يعني صغار يقدر اي واحد يستعملها وحماية له وحماية الناس الاخرين كذلك نقدر يعني اللي عندهم اطفال صغار اللي بي بي صغار نقدر نشدوا كمية سنوج مرحي كمية صغيرة ونحطوا معاها زيت زيتون على نارق ليلة تدفيها يعني وتشد الولد الدحا خاصة كما قلنا رانا في فصل الشتاء راهي نافعة جدا تقدر تدهله يعني تدهله كامل راسه بهذاك الخالط حتى الظهره كامل للتحت يعني ما تمسوش غير في صدره وتدفيها مليح وتلبس له يعني حاجة يكون بوني اللي ما يخرجش البره وتقدر ديله حتى يعني كمية صغيرة سلوفان على راسه باش المخت دياله يجبد هذك الفائدة اللي فيه يعني حتى لما تشوف تستعمل الطريقة هذي يعني تشوف الطفل تتاعك دايما يعني خفيف وتقدر يبعد كثيرك يبعد عليه القراجم يبعد عليه الرح يبعد عليه السعلة نيف وما يتغلق شعني بزاف تشوف الأطفال ذكا في فصل الشتاء يبتفهم ومفتوح بزاف القراجم من نغانة هذي العوامل الكاملة حني أثروا عليه يعني هذي الوصفارها جيدة جدا يعني تقدر كل أم تستعملها وحاجة يعني سهلة ماشي صعيبة مشاهدي الكرام وصلنا نهاية حصة اليوم نتلقى إن شاء الله في العدد الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته